بعد عام من العمل خارج البلاد عاد أسامة إلى بلاده لقضاء أجازته السنوية والتي تمتد لمدة شهر وعند عودته فوجئ بشقيقته ترتدي الحجاب وتراعي لها في تصرفاتها ففرح كثيرا وعلم أن سبب هذا التغير كان بسبب فتاة من خلال مناقشات كتابية لها على الفيسبوك فتابعها وأحبب موضيعها التي تطرحها وأسطوبها الهادي الذي غير سلوك الكثير من الفتيات والشباب للأفضل وتمنى أن تكون هذه الفتاة زوجة له دون أن يعرف عمرها ولكنه توقعها شابة جميلة واستطاع عن طريق شقيقته الحصول على هاتفها وقبل سفره بأيام اتصل بها وأخبرها بإعجابه الشديد بها وأمنيته في الارتباط بها عند عودته بعد عام فوعدته بالتفكير في الأمر بعد سفره كان يتصل بها بين الحين والآخر حتى اقتنعت الفتاة به بعدما أعجبت بأخلاقه واتفق على لقاء بينهما عند عودته ومر العام وأسامة في شوق كبير للقاء الفتاة التي شاهدها فقط بقلبه وعند عودته حدد معها موعد للقاء أمام أحد المطاعم فأخبرته بأنها ستعلق على صدرها وردة حمراء ليتعرف عليها وسط الزحام وصل أسامة أمام المطعم الشهير ووقف ينتظر الفتاة وأخذ يدقق في كل وجه يمر أمامه حتى لمحها كما رسمها في خياله جميلة أنيقة ملتزمة ولكنه لم يجد وردة حمراء على صدرها ومع ذلك اقترب منها مبتسما ومنوحا بيده وكاد يغمى عليه عندما مرت من جانبه وتجاوزته ولاحظ خلفها سيدة في الأربعين من عمرها وقد وضعت وردة حمراء على صدرها تماما كما وعدته فتاته أن تفعل فشعر بخيبة أمل كبيرة وقال لقد أخطأت الظن توقعت بأن تكون الفتاة الشابة الجميلة التي تجاوزتني هي الحبيبة التي انتظرتها وليست هذه التي تكبرني بأعوام كثيرة ثم أخفى أسامة مشاعره وقرر في ثوان أن يكون لطيفة وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من خان واستجمع قواه وحياها بأدب وقال لها أنا أسامة الذي انتظرك منذ عام ليرتبط بك وهذه شقيقتي تفضلي لكي نتناول طعام الغداء معا ردت السيدة أنا لست من تظن ولكن منذ دقائق اقتربت مني شابة جميلة قبل أن تمر بقربك منذ لحظات وأعطتني وردة حمراء وقالت سيقابلك شاب الآن وسيظن بأنك أنا إن لم يغضب أو يهرب أخبريه بأنني أنتظره داخل ذلك المطعم أما إذا تركك غاضبا أتركيه وشأنه فرح أسامة فرحا شديدا وأسرع داخل المطعم ليجد الفتاة تفتسم له وهي تجلس بجوار شقيقها الأصغر منها وبعد أيام تم الزواج ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون